الأحكام المتعلقة بتنفيذ الالتزامات التجارية أولاً التضامن يقصد بتضامن الملتزمين بدين تجاري أن يكون للدائن أن يطالب أي من المدينين بدفع كامل الدين دون أن يكون لأي منهم أن يدفع في مواجهة الدائن بالرجوع أولاً على أحدهم بل عليه أن يفي بالدين ثم يكون له بعد ذلك الرجوع على سائر المدينين كل بنسبة حصته في الدين من الثابت أن التضامن لا يفترض في المسائل المدنية ويشترط للتمسك به في مواجهة الدائنين أن يكون هناك اتفاق أو نص صريح في القانون جرى العرف في المسائل التجارية على افتراض التضامن بين المدينين في حالة تعددهم والهدف من ذلك هو دعم وتقوية الاعتمان ولنفي التضامن لا بد من الاتفاق الصريح أو النص القانوني ترجمة نانسي قنقر